موسيقى وأنا لا اني متفرغ يعني أنا أكرر أنا في مزادات أفوتها والمزادات للأسف صار فيه ناس تدخل ترفع الضغط في المزاد يعني تلاقي عشان نفكينا الأجهزة عارفين الجهاز كم آخرة وإحنا فكينا لما فكينا هذي حددنا لكم الأسعار لما أجي أشتري لمبات في اللوركسينت لي حد في السعر ما أروح له ما أتجاوزه لما نفسك وما تبقاش زي بقيت المقنين الفلوس اللي تصرفها أنت أولى بيه فالشاهد أنه في المزادات لا بد تكون أنت عينك فاحصة ويكون أنت تدربت كويس لأنه أحيانا راح تتفاجأ في ناس يبغوا السلعة لإستخدامها ما يبغى هالسكراب يعني مثلا لو قلنا مكيف تبريد سعره هو جديد أصلا ألف وربعمائة ريال نحن في السكراب عادة أنه نفضل دائما أن السعر يكون خمسين ستين سبعين ثمانين يعني أقصاها مية لكن تلاقي يجي واحد يبغى المكيف يبغى يستخدمه فهو ممكن يوصله لمئتين مئتين وخمسين فأنت لازم تسهينة فرمل تقول لا يعني ما عاده بسكراب المسألة سارت إيش أشياء ممكن عادة تستخدمها فيفضل دائما شي لبيلا أنا أعتجبني شي لبيلا اللي هو ما فيه فرز يعني لما يكون المحرج أو اللي ماسك المزاد فارز الحاجة هنا يعني أتحفظ كثير لأنه أحب الشيء يكون مع بعضه عشان تطلع الفوايد لأنه لو فارز في معناها راح تكون الفوايد أقل يفضل دائما روح المزاد ومزادين وثلاثة واربعة وخمسة يعني حلاقا في الأول تتعلم تشوف عينك توزن الحاجة كم طن في الموجود أحيانا هم نفسهم يقولوا كذا طن تقديري لكن برضو أنت لازم يكون لك نظرتك في الحاجة قلني يا معلم بيتأخد كيلو النحاس بكامل بجنيه طب وكيلو الألمونيا الألمونيا بستين قرش طب إيه قولك بقى أنا هعرض عليك عرض أنا هديك الكيلو أقلم السوق ببريزة قلت إيه بس أحد نظيف لا دي حاجة متنقية آخر نقاوة